هوي بريس نحو إعلام هادف تحرير الملك العمومي التي تباشرها السلطات منذ تنصيب والجهة الضر البيضاء سطاة محمد مهيدية هذا وقد حذر عدد من العلماء والدعاة من خطر هذه الأعمال الشركية التي تمس بجوهر عقيدة المؤمن وتهدد آخرته لأن السحر من الشرك والشعوذة من الشرك الأكبر وفق ما قرره علماء المالكية وغيرهم من علماء الإسلام كما أنه في العديد من بلدان العالم أدت المعتقدات والممارسات المتعلقة بالسحر والشعوذة إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الضرب والإقصاء وقطع أعضاء الجسم وبتر الأطراف والتعذيب والقتل هذا وقد شهدت عدد من أحياء وشوارع مدينة الدار البيضاء منذ نحو أسبوعين حملة واسعة النطاق لتحرير الملك العمومي الذي يستغله البعض دون موجب قانوني وربطت عدة مصادر بين الحملات الواسعة التي تقودها مصالح العمالات الثمانية في العاصمة الاقتصادية لتحرير الملك العمومي بتنصيب محمد مهدية واليا جديدا على جهة الدار البيضاء ومنذ تنصيبه واليا لأكبر قطب اقتصادي في المملكة عقد مهدية الجماعات الماراتونية مع عمال الدار البيضاء ومنتخبها وتفقد عددا من أحياء المدينة للوقوف على واقع الفوضى الذي تعيشه وتعثر عدد من المشاريع التنموية هوية بريس نحو إعلام هادف ترجمة نانسي قنقر